بسم الله لنتابع التمارين حول جداء وخارج عددين جدريين للمستوى السنة الثانية إعدادي يلا نمرد روكال التمارين رقم 2 وحسوب ميلي ناقص 15 على 60 في ناقص 3 على 2 ثم تتبعها بناقص 4 على 9 في ناقص 21 على ناقص 28 وهكذا حتى نصل إلى السؤال الأخير يلا نقل المعلومات في دفتر البحث وبعد ذلك قم بإنجازها وسنلتقي بعد لحظات لإيجاد الحل مع يلا وقفت شغيل الفيديو بعد نقلي هذه المعطية سأكون في انتظارك صافي كملت التمارين يلا نبدو الآن نشوفوا الجو لنحسب ميلي ذو المثل ناقص 15 على 60 في ناقص 3 على 2 يلا في رأيك ما هو العمل الأول الذي سنقوم به مزيان فعلا سنقوم بعملية الاختزال إذن فكرة الاختزال مهمة جدا هنا لاحظ جيدا العدد الجدري ناقص 15 على 60 نعم يمكن اختزاله بماذا بأي عدد صحيح بالعدد 15 دفعة واحدة فتعطينا ماذا مزيان سيعطينا ناقص 1 على 4 كذا لاحظ الآن العملية أصبحت بسيطة مقارنة مع سابقتها يلا ناقص 1 على 4 في ناقص 3 على 2 جداء عددين الجدريين هو عدد الجدري بسطه وماذا مزيان عودوا تذكر القاعدة بسطه وجداء البسطين ومقامه مزيان وجداء المقامين مزيان هكذا كم حصلت الجداء بالفعل 3 على 80 نمر المثال المولي ناقص 4 على 9 في ناقص 21 على ناقص 28 يلا كيف نعمل معادة التمرين يلا ما هي البداية مزيان نقوم بعمليات الاختزاء لاحظ جيدا ناقص 21 على ناقص 28 يمكن أولا التخلص من ماذا مزيان يمكن التخلص من الإشارة الناقص لكنا في البص وكنا في المقام ناقص A على ناقص B تساوي ماذا حسب القاعدة تساوي فعلا A على B يلا وبعد ذلك نختزل بأي قيمة سنختزل جيد سنختزل بالعدد 7 فتعطينا ماذا هي ستعطينا 3 على 4 إذن سنكتب ناقص 4 على 9 في 3 على 4 مزيان يساوي ناقص 12 على 36 ناقص 32 تفقين الآن يمكن أيضا الاختزال بك مزيان تلا ما عرفت العدد الذي ستختزل به مباشرة نعطيك النتيجة النهائية يمكن تختزله عبر مراحل إذا شئت إذا العدد الذي سنختزله به هنا هو العدد 12 فتعطينا ناقص 1 على 3 هكذا نمر 17 على ناقص 34 في ناقص 14 أو ناقص 42 على 36 يلا يختزل القيمتين بكم سنختزل العدد الجدري 17 على ناقص 34 مزيان سنختزل بالعدد 17 ستعطينا ماذا فعلا ستعطينا 1 على ناقص 2 أو ناقص 1 على 2 والقيمة الأخرى اللي هي ناقص 42 على 36 بكم يمكن الاختزال بالفعل يمكن الاختزال بالعدد 6 ماذا ستعطينا أتكلم على العدد الجديد ناقص 42 على 36 يلا بعد الاختزال ب6 كم سيعطينا صحيح سيعطينا ناقص 7 على 6 هكذا مزيان الجداء ناقص 1 على 2 في ناقص 7 على 6 يساوي كام صحيح يساوي 7 على 12 نذكر جداء عددين لوما نفس الإشارة هو عدد موجب نتابع ناقص 75 على 50 في ناقص 49 على 63 يلا بكم يمكن الاختزال هنا بلك نعم يمكن الاختزال بالعدد 25 75 من مضاعفات 25 وخمسون أيضا من مضاعفات 25 يلا هنا بالنسبة للكسر الثاني ناقص 49 على 3 توسيته بكم يمكن الاختزال مزيان يمكن الاختزال بالعدد 7 النتيجة التالية هي كما يلي يلا حتى نتفكر فيها معايا قبل ما تكتب مزيان تساوي ناقص 3 على 2 في ناقص 7 على 9 نعم كم يساوي الجداء صحيح يساوي 21 على 18 يلا نختزلها بكم يمكن الاختزال فعلا يمكن الاختزال بالعدد 3 فتعطينا 7 على 6 هكذا نتقل نمر نشوفوا المثال المؤلي ناقص 26 على 52 في ناقص 55 على ناقص 77 يلا اختزل العدد الجدري يلا فكرتين في النتائج مزيان العدد الجدري الاول سيعطينا ناقص 1 على 2 والتاني 5 على 7 يلا بكم يختزلنا العدد الجدري الاول صحيح يختزلنا بالعدد 26 وبنسبة العدد الجدري الثاني اللي هو ناقص 55 على ناقص 7 كما ترى تخلصنا من الاشارة ناقص اللي كان في البسط وفي المقام واختزلنا بكم صحيح اختزلنا بالعدد 11 فعطتنا هذه النتجة يلا كم حصلت الجداء ايضا صحيح يساوي ناقص 5 على 14 نمر المثال المؤلي 121 على 33 في ناقص 13 على 169 يلا فكرم زيان هنا فعلا هناك فرصة للاختزال يلا 121 على 33 قابل الاختزال بكم صحيح بالعدد 11 فتعطينا ماذا هي فتعطينا 11 على 3 وبنسبة ناقص 13 على 169 ايضا هناك إمكانية الاختزال بكم صحيح بالعدد 13 يريد ان تنبهك مخصيكش تستعمل المحسابة الإلكترونية ويجيك تستعملها فهذه الأمثلة البسيطة من هذا النوم هي غادي تخدمه لك الهواج خلال لأكثر أهمية ماشي من هذا النوع دي التمارين إذا ما عارفش خصيح يعني تعلم مرس كيف تتعلم هذه الأمور إذن بتعطينا 11 على 3 في ناقص 1 على 13 كم حصلت الجداء يلا تعلم تحسب الحساب الدهني بسرعة جيد تساوي ناقص 11 على 39 نتابع ناقص 40 على 90 في 72 على ناقص واحد وتمان مزيلا هناك أيضا إمكانية الاختزال يمكننا نتخلص من منصف الذي كان على اليمين بالنسبة البسط وعلى اليمين بالنسبة المقا أو نختزل كما نقول بشكل عام 11 ثم نفكر في اختزال 72 على ناقص 81 يلا بكم يمكن اختزاله جيد بالعدد 9 72 من المضاعفات 9 و 81 بغض النظر على الإشارة ناقص من المضاعفات 9 تعطينا النتيجة الثانية ليعد مزيلا البسط في البسط والمقام في المقام والجداء 32 على 81 نمر لاحظ جيدا هذا الجلال كما ترى هناك العامل 31 في البسط ونفسه في المقام ما هو العمل الذي يمكن القيام به مزيلا يمكن ان نتخلص منه هكذا نتفقل كذلك يمكن ان نزيل الإشارة ناقص من البسط ومن المقام وفي نفس الوقت نختزل العدد الجدري ناقص 18 على 72 يلا تنبأ بالكتابة التالية عشان نكسب مزيلا نسوي 5 على 8 في ناقص 1 على 4 بعد عمليات الاختزال إذا ناقص 18 على 72 اختزل بكم هذه القيمة نعم اختزل بـ 18 دفعة واحدة لأن بكل بساطة 72 من مضاعفات 18 18 في 2 تسوي 36 في 2 أخرى تسوي 72 كم حصلت الجداء فعلا يسوي 5 على 32 نتابع 12 82 على 7 في 41 في ناقص 16 في 51 على 24 في 102 يلا هناك إمكانيات للاختزال لجعل العملية بسيطة في المتناول دون استعمال أي عملية حسابية يلا نفكر 82 مع 41 82 من مضاعفات 41 82 كما سترى 41 في ماذا في 82 81 41 في 2 إن كنا نختاز نختاز ب41 وهكذا ويبقلنا 2 في البسط تريد 12 في 2 على ناقص 7 متفقين إذا نضرنا مرة أخرى إلى العددين 51 و 102 نجد أن 102 من مضاعفات 51 أي 51 في ماذا نعم في 2 هكذا و نمكن لنا نختاز له 51 نحيد 51 من البسط و 51 من المقام هكذا تفقين كما أن هناك إمكانية أخرى للاختزال و نجر عبر مراحل نشوف المرحلة الموالية كما ترى 12 في 2 على ناقص 7 كما ترى اختزلنا بالعدد 41 والقيمة الأخرى اختزلنا بالعدد 51 تفقين لاحظة مزيد هيا 12 في 82 من اختزلنا 41 بقى العدد 2 ثم ناقص 7 ناقص 16 كما ترى هيا ثم 24 وأخيرا 102 اختزلنا 51 بقية العدد 2 كما ترى هيا نتابع تساوي 24 على ناقص 7 على ناقص 16 على 48 تقيم هناك مرة أخرى إمكانية الاختزال لاحظ 6 ناقص 16 على 48 هناك إمكانية واضحة للاختزال بكم سنختزل صحيح بالعدد 16 إذا الآن البسط في البسط على المقام في المقام تعطينا ماذا صحيح تعطينا ناقص 24 على ناقص 21 ولا زونا الإشارة من البسط ومن المقام ستصبح 24 على 21 ثم نختزل فتعطينا النتيجة التالية تبقين نمر يلا الآن لاحظ معي هذه العملية انظر ناقص 12 زائد 25 تساوي كم فعلا تساوي العدد 13 و ناقص 27 زائد 40 تساوي كم مزيان تساوي مرة أخرى 13 نكتب هاي ثم كما ترى جيدا هناك إمكانية الاختزال بماذا بالفعل يمكن نختزل بالعدد 13 هكذا فتعطينا النتيجة التالية وهناك فرصة أخرى للاختزال ستعطينا ماذا فعلا ستعطينا 5 على 6 ناقص 6 3 3 4 5 5 6 6 6 7 7 10 10 11 10 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 20 22 20 22 22 23 23 24 25 25 26 26 25 27 27 28 29 30